هادي لازم بلدنا إذا ما نخدمها ونوقف إياها ما نوقف إياها أنا عمري كان 9 سنين بالغزو وبوي كان يعطيني فلوس كنت أوزعهم على الفريج كأنا أنا خدمت الوطن عمري 9 سنين لما تدخل المرأة في السلك العسكري يعني مجالها راح يعطيها الفخر أكثر يعني أنا كويتية أنا عسكرية أنا مرحمات الوطن وديها ما أدري شرايك نقدم دعا موجودة موجودة وجاهزة بعد على خطى وزارة الداخلية فتحت وزارة الدفاع أبوابها للنساء للتطوع والتسجيل في شرف الخدمة العسكرية وإن شاء الله يكونوا نسند لإخوانهم الرجال لخدمة بلدنا الحبيب لكويت طبعا قاعدين مجموعة من البنات عشان يوصل دورهم بس خنشوف إذا نقدر السلام عليكم شلونك الحمد لله بخير الله سلام عليك نقدر نسولف شوي أي حياتي يعطيك العافية يا عافيت يا عين تقدمون من اليه يقدم ابنتي أتقدم نعم ما شاء الله أول ما قلت لكم ودي أقدم عادت لها غدمي خدمة الوطن قاعدت شوفين عدد من البنات هني قاعدين جدام أيب شلو شعرت والمتفاعلة الحمد لله إنه يقدموا حق سلك العسكري دفاع عن وطنهم وفيهم الخير باركة إن شاء الله بناتنا شخ بارك عمي والله الحمد لله بنيتي والله تكسر وإلا وايد مستانس أنه شايفتك اليوم ياي مع بنيتك والله شو سوي هذا الشيء قصبا علي بعد إذا وحنا من عني حق بناتنا مساعدة ولا ما قوائدة الدفاع حق هذه الدول الخليج كلها الحين عندهم يعني بنات حق العسكرية وحق الشرطة وحق الجيش حتى يمكن بالدفاع المدني بعد موجودين توصي بنيتك شو تقول لها؟ أقول لها والله أخلي تشيد حيلها وتحافظ عينها في الشيء وتشجع صديقاتي بعد شلي خلاتش تقدمين وتطوعين عشان تتسبح للدفاع؟ والله الشغف اللي فيني صراحة الدورة تقريبا ثلثة شهر مستعدة؟ أكيد شنو طموحتش؟ والله طموحي أني أخدم لآخر نفسي صراحة تقدمي اللي كويس؟ أكيد بما أنك أنت وليت أمور حلو أنك قادش عيني بنتك على هالشيء؟ يعني وايد سنة ساعت في الخبر يعني خبر وايد حلو تشجيعي حق الأعمار هذه كلها يعني وشي يستفيدون من عنده؟ شو توصينها؟ أهم شي طبعا بالوظيفة أهم شي السمعة والحفاظ والسرية التامة وتوفيق من ربك إن شاء الله شلي خلاجة تقدمين أول ما بطلوا بتسجيل ليش تحمستي تشذي إنو تنتسبين وتتطوعين بالدفاع؟ لأن أنا أود يعني أنا حس شخصتي تشيت مثلني يعني حلو؟ فأول شي حاولت أقدم الداخلية ما أقدمت هي ديش الداخلية قلت أنا ديش جيحش أحسن طبعا إحنا بدأنا الله الحمد من تاريخ 19-12 ولقاية تاريخ 2-1-2022 في استقبال العنصر النسائي للتطوع في شرف الخدمة العسكرية طبعا من مختلف الشهادات الجامعية والدبلون والثنوية وما دون ثنوية إذا بنتكلم شوي عن الدورة سولفلي شم مدتها تقريبا وشين رح يكون محتواها إذا عندك فكرة؟ طبعا الدورة مدتها ثلاث شهور محتوى الدورة يعني إحنا ما نقدر نعطيش لأننا إحنا مو جهة التدريب نفسها إحنا جهة التسجيل بس يعني بشكل عام يعني لازم في رياضة ما في مبيت لهم عندهم نظام منظم اللي هو تحية والمسير العسكري والأمور هذي إحنا يختيبي بيبي بعد ما تقدم المتطوعة في الموقع الإلكتروني وتسوي إرسال طلب إحنا نجز لها موعد على طول الحضور إحنا تقديم المعاملة حتى نقوم نصالها للجهات الأمنية والطبية والآخرة نرى هذه الدفعة الجميلة من البنات أنا سعيدة وفخورة أنت شيري شعرت نعم أنا أكيد أسعد وأشكر معا لي على هذه المبادرة وأساسا كانت الفكرة موجودة من سنة 88 وتفعلت سنة 93 وكنا إحنا من أوائل الدفعات تقريبا خمس عسكريات والحمد لله تمت الدورة في نجاح بس كانت في مدنسة خولة بنت الأزور في بوضبي دخول المرأة أو بشكل عام النساء دخولهم في السلك العسكري هو دافع وطني في البداية وتحمل المسؤولية يعني تجاه هذا الوطن وإن شاء الله يكونوا نقادها يعني أهم شيء أنهم يحافظون على القوانين العسكرية لأن القانون العسكري يعني فيه ضبط وربط وإن شاء الله أنهم قادرين أنهم يتحملونه وإن شاء الله أن الأمور سهلة بالعكس يعني شيء جميل أن المرأة تدخل في السلك العسكري تنخرط فيه وتعرف حدودها مع الضباط وشون تتعامل مع الشؤون العسكرية لأن العسكرية لها قوانين محددة عرفته يعني مثل أنا لازم أحترم الرتبة في عندي بعض المواضيع اللي سير تحت إيدي لازم أنا أحافظ على سريتها يعني هالأشياء هذي راح يتعلمونها إن شاء الله هم راح يكونون قد المسؤولية عرفتاي وذات يعني دائم إحنا نقول المرأة ذات كفاءة عالية وإحنا نتشرف في وجودها مثل هذا المجال شو توصي زميلاتك للمستقبليين إن شاء الله في الوزارة؟ طبعاً إحنا نتشرف فيهم وبالعكس راح يفيدوننا بوايد أمور يعني بالعكس إحنا نحتاجهم ونتشرف فيهم وبالعكس تشرف الجيش الكويتي ترجمة نانسي قنقر